اشتركوا في القناة وفي المناطق الغربية كنا في حدود 16 درجة حالة التقس اليوم عرفنا ذباب محلي في السباح ثم التقس كان مغيم جسئيا في أغلب الجهات الليلة إن شاء الله بعض الصحب في الشمال والوسط صحب قليلة في الجنوب الريح من القطاع الجنوبي الغربي قوية قرب السواعي البحر بشيكون شديد الاثراب ودرجات الحرارة لأن تكون متراحة بين الستة وتسعة درجات في المرتفعات وبين التسعة وثلاثة شن درجة في بقية الجهات بالنسبة للغضوة إن شاء الله غضوة نعفو تقس مغيم جسئيا عموما أحيانا كثيف الصحب مع بعض الأمتار المتفرقة في المناطق الشمالية درجة الحرارة نشوفها مع بعضنا غضوة 19 في قليبيا ونابلة 20 في تونس 19 في بنزر تقال شوية في بيجة 17 درجة و21 في تبارقة 18 في جندوبة 17 في الكافة على بدرجة 20 في تلع 19 درجة يوم لغد 19 أيضا في كل من السليانة وزغوان في المدن الساحلية متوقعين 20 في سوسة و21 في المناستير والمهدية 20 في سفيقس وقرقنا بالوساط بالقايروان متوقعين 22 درجة 20 في سيدي بوزيد أقل في القاسرين 17 درجة أقل في قفصة 16-19 في توزر جابس تكون في حدود 20 درجة قبل 20 أيضا وفي مناطق الجنوب الشرقي جزيرة جربة غضوة تكون في حدود 21 درجة 22 في مدنين وتطوين 21 في ارمادة بالنسبة الملاحة والصيد البحري يوم الغد في سيرات خاليج تونس والسواحل الشرقية إلى منطقة خاليج جابس الريح تكون من القطاع الغربي تتجه تدرجين إلى جنوب غربية سرعتها في سيرات خاليج تونس بين 25 و 30 عقدة مؤقتا 35 عقدة في سيرات البحر يكون شديد الاثتراب يكون محليا هئج في سيرات مع أمواش متقاطعة بالنسبة لخاليج الحمامات سرعة الريح بين 20 و 30 عقدة تتقلص في آخر نهار بين 15 و 20 عقدة البحر يكون شديد الاثتراب يصبح متموش بالنسبة للشابة سرعتها بين 25 و 30 عقدة مؤقتا 35 عقدة ثم تتقلص في آخر نهار بين 20 و 25 عقدة والبحر يكون شديد الاثتراب وفي خاليج جابس سرعتها بين 25 و 30 عقدة تتقلص بعض الظهر بين 15 و 25 عقدة معها بيت والبحر يكون متموش يصبح شديد الاثتراب بالنسبة لدرجات الحمامات بعض المدون العربية والأجنبية غدوة صحب عبرة في نكشات 31 درجة 21 في الدالبيضاء والجزائر 22 في ترابلوس بالنسبة للخرطوم سماء بيش تكون صافيا كالعادة 33 درجة صحب عبرة في القاهرة 22 26 في المدينة 32 في مكة المكرمة 24 في كل من مسقط وأبوظبي 23 في الدوحة كويت 20 درجة بغداد 18 18 في دمشق 20 في بيروت أقل في القدس الشريف اسطنبول 17 درجة مع بعض الصحب العبرة أبعد شوية في أوروبا أمتار في كل من روما فيانا جونيف وبيريز 21 درجة بروكسيل 10 بالنسبة لبرلين 8 درجات 15 في مدريد مع أمتار ولا شبونة 18 مع أمتار أيضا تطورات الجوية للأيام المقبلة يوم الأحد الصحب تكون عبرة في أغلب الجهيات تكون أحيانا أكثر كثافة خاصة في آخر نهار في المناطق الشمالية الريح تتواصل من القطاع الغربي البحر يكون شديد الاثراب في كافة المجالات ودرجات الحارات تكون تروحها في الشمال ومرتفعات بين 16 والـ 18 درجة وبين 18 والـ 24 درجة في بقية الجهيات نتعدى اليوم الاثنين تتواصل الصحب عبرها كالعادة تبقى الصحب أكثر كثافة في المناطق الشمالية الريح تتواصل من القطاع الغربي البحر يكون شديد الاثراب يصبح متموش ودرجات الحرارة لا تتغير وقد شروق والغروب اليوم الغد وغدو إن شاء الله شروق على الساعة 27 دقيقة والغروب على الساعة 5 و 7 دقائق لمزيد من المعلومات والإرشادات نجمو التصل بيقموز على صوت 88-40 تخلي إرسالة قصيرة على 85-85 وإلا أيضا نزورنا على موقع الويب www.meteo.com ننفهب أوقات الصارات غدو الصبح على الساعة 5 و 54 دقيقة الظهر منتصف النهار و 24 دقيقة العصر على الساعة الثانية بعد الزوال و 48 دقيقة المغرب على الساعة 5 و 9 دقائق وأخيرا للإشاءة على الساعة 6 و 40 دقيقة أعزي المشاهدين شكرا حصم متابعة والاهتمام وإلى اللقاء اشتركوا في القناة